إذن ينضم إلينا من تعز مراسلنا هناك حمزة أمين عبر الأقمار الإصطناعية مرحبا بك حمزة حمزة إذن تعز تطوي العام 2017 الجانب العسكري إذا ما تحدثنا على هذا الجانب ما الذي تحقق في هذا العام مقارنة في العوام الماضية نعم شهادي ها هي تعز تدخل عاما آخر من الحرب وتطوي صفحة عام ولا زالت رحى هذه الحرب المستعرة التي شنتها الميليشيات الإنقلابية على أبناء هذه المدينة تتجدد في كل عام دخول الأعوام وأيضا تودع الأعوام السابقة حالها كحال أبناء هذه المدينة الجانب العسكري في هذه المدينة خلال عام 2017 شهد تقدما ملحوظا حققته قوات الجيش الوطني في مختلف جبهات المدينة وجبهات ريف المدينة حققت قوات الجيش الوطني العديد من الانتصارات المهمة بالنسبة لهذه المدينة وتمكنت من تحرير العديد من المناطق والمواقع الاستراتيجية المهمة التي كانت تسيطر عليها الميليشيات الإنقلابية إلا أن ذلك وكما يرى مراقبون بأنه ليس على المستوى المطلوب لهذه المدينة كون هذه المدينة تعاني من ويلات هذه الحرب منذ ثلاث سنوات فيما ترجع قوات الجيش الوطني أسباب هذا التقدم البطيء وإن كان قد حقق الانتصارات المتسارعة على بعض مواقع الميليشيات الإنقلابية ترجع أسباب هذا التقدم البطيء إلى غياب الدعم الكافي من قبل الحكومة الشرعية وأيضا من خلفها التحالف العربي وإهمال ملف تحرير المدينة بشكل كامل من قبل المعنيين هذه المدينة يأمل فيها قوات الجيش الوطني وقبل ذلك سكان هذه المدينة أن تنتهي الحرب سريعا وأن تتمكن قوات الجيش الوطني من تحرير هذه المدينة بشكل كامل وأن لا تدخل هذه المدينة عامها الرابع إلا وقد لاحت بوادر ومؤشرات تحرير المدينة أيضا ذلك يتطلب وكما يتحدث المواطنون أيضا هنا الإسناد الكافي من قبل الحكومة الشرعية وأيضا الدعم الواضح من قبل التحالف العربي من أجل تحرير هذه المدينة نعم لكن حمزة أيضا هناك جرائم كبيرة ارتكبتها الميليشيا خلال هذا العام في مدينة تاعز لو تضعنا في الصورة الكاملة لهذا المشهد خلال العام مشهد الجرائم التي ترتكب بشكل مستمر من قبل هذه الميليشيات حتى أنها آخرها في منطقة أو مديرية التعزية نعم شادي هذا العام وكعادته كالأعوام السابقة يطوي صفحته من أبناء هذه المدينة محملا بالأوجاع والانتهاكات والأرقام التي تصاعدت بشكل ملحوظ على غرار الأعوام السابقة هذه المدينة عانت كثيرا من نتيجة قصف الميليشيات المستمر والمجازر التي ارتكبتها هذه الميليشيات بحق السكان المدنيين وقصفها لمناطق الآهلة للسكان وأيضا إجزياحها ودخولها لبعض القرى في آريف المدينة وأيضا تفجير المنازل وممارسة الانتهاكات بحق سكان المدنيين من قتل وإصابة وأيضا تهجير قصري من منازلهم وتدمير للمنشآت وتفجير لبعض المنازل والمساجد هذه الميليشيات الانقلابية وكما أفادت حصاد عام كامل خلال 2017 أرقام مهولة من الانتهاكات التي مرستها الميليشيات الانقلابية بحق هذه المدينة وريفها ولا زالت مستمرة وليس ببعيد ما يحدث خلال هذه الأيام كما أفادت المعلومات في مديرية التعزية وتحديدا في منطقة الحيمة شمال المحافظة هذه الميليشيات الانقلابية وكما أفادت بعض الإحصاءات التي وثقها الحقوقيون بأن الميليشيات الانقلابية ارتكبت ما يزيد عن 1318 جريمة قتل طالت رجال ونساء وأطفال وشباب من حق الأهالي في هذه المدينة خلال عام كامل أيضا هذه الميليشيات الانقلابية هجرت ما يزيد عن 2340 أسرة تهجيرا قصريا من معظم أرياف المدينة في هذه المدينة وأيضا ليس ببعيد آخرها ما حدث من تهجير ونزوح من قبل أبناء منطقة الحيمة خلال الأيام السابقة وأيضا تفجير للمنازل الذي أقامت الميليشيات الانقلابية بارتكابه في منطقة الحيمة في مديرية التعزية شمال المحافظة هذه الميليشيات الانقلابية من وقت إلى آخر تقوم باستداف الأحياء والمناطق الآهلة في السكان أحياء كثيرة في مدينة تعز شرق المدينة حي الدعوة حي العسكري حي صالة هذه أحياء باتت شبه أهداف رسمية للميليشيات الانقلابية تقوم باستدافها من وقت إلى آخر لكن حمزة أيضا ماذا عن الجانب الصحي في المدينة؟ حمزة ماذا عن الجانب الصحي في المدينة؟ الجانب الصحي في مدينة تعز وكما هو معلوم للجميع وكما نلاحظ هنا في مدينة تعز يشهد تدهورا كل يوم يوما بعد آخر نتيجة تدهور الوضع الصحي في مستشفيات المدينة وإغلاق معظم مستشفيات المدينة ثلاث مستشفيات رسمية فقط هي التي لا زالت تعمل في هذه المدينة وهي أيضا هذه المستشفيات تعاني من تردي الخدمات فيها نتيجة غياب الكادر الطبي الذي يشكو من العديد من المسائل نتيجة أولها هي عدم صرف رواتب الموظفين لهذه القطاعات وأيضا ثانيها القصف المستمر والاستهداف الممنهج الذي تقوم بها الميليشيات الانقلابية عبر قضائفها لهذه المستشفيات أيضا الحصار المفروض على هذه المدينة وعدم منع ومنع دخول المستلزمات الطبية التي ستسهم في تخفيف الوضع الذي تعيشه على المدينة بسبب ارتفاع أرقام الضحايا والجرحة بسبب الحرب الذي تشهر الميليشيات الانقلابية وضحت الصورة أشكرك حمزة وتدهوره لمن بعد آخر نعم أشكرك حمزة مراثلنا حمزة أمين في تعز كنت معنا من هناك شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر